هذه هي بغداد وهذا هو حزامها من الجهات الجغرافية المختلفة دائما ما تريد تسمية حزام بغداد وهي المناطق التي تحيط بالعاصمة وتتبع إداريا لها منها مثلا أبو غريب من الجهة الغربية والتاجي من الجهة الشمالية الغربية والطارمية من الجهة الشمالية الشرقية والنهروان والمدائن من الجهة الجنوبية الشرقية واللطيفية من الجهة الجنوبية واليوسفية من الجهة الجنوبية الغربية من الناحية الأمنية يقسم ملف مسك الأرض في عدد من مناطق حزام العاصمة بين الصنوف الأمنية المختلفة من بينها ألوية قيادة عمليات بغداد وتمسك تشكيلات أمنية رسمية أخرى ملف الأمن في عدد آخر من مناطق الحزام في أغلب تلك المناطق وما يحيط بها دائما ما تتجرأ جهات متنفذة بالاستيلاء على مساحات من الأراضي ووصل الأمر حتى إلى تهديد أصحابها ومالكيها بقوة النفوذ والسلاح علنا في وضاح النهار وتجريف حتى البساتين ووضع اليد على مساحات أغلبها تتسم بالطابع الزراعي تساعد تلك الجهات التي تستقوي بنفوذها بشكل أو بآخر الهشاشة الإدارية والأمنية في حزام بغداد إذ توصف تلك المناطق بأنها تعاني من واقع إداري هش وآخر يتعلق بأمنها وتداخل الصلاحيات أحياناً وهو ما جعلها عرضة لطامعين بملف أراضيها على مدى الأشهر المنصدمة وخلال العامين الماضيين فقط ووفقاً لمصادر محلية من سكان حزام العاصمة جرى تجريف أكثر من ستين دونماً زراعياً بمختلف المناطق حيث تم تحولها إلى قطع أراض وتقسمها بطريقة تثير الشكوك وهو الأمر الذي أجبر عدداً من العائلات إلى عدم تكرار المناشدات بعادة المساحات إلى أصحابها خوفاً من جهات الاستلاء بل وأجبرت آخرين على تركها والهجرة بعيداً عن منطق القوة والتحديد